واهلا وسهلا بحلقة جديدة واليوم حلقتنا اخر حلقة بسلسلة صناعة الصابون البارد ان شاء الله يارب تكونوا استفدتوا من كل الحلقات اللي فاتت واليوم رح نعمل اخر وصفة اذا حبيتوا تعددوا الزيوت زي ما حكينا وهاي الزيوت الاساسية اللي تقريبا عند الكل شبه ثابتي اذا حدا بحب يعمل مشاريع انه لقدام او اذا بحب يعمل الوصفة عشان هاي وصفة شبه ثابتي بكل صناعات الصابون واللي بحب يشيل ويحط اي زيت بقدر يحطو زي ما تعلمنا كمان على حاسبة الصابون اللي ما حضر الفيديوهات اللي قبل اللي احسن انكم تحضروها شوي شوي على رواء علشان تحسوا انكم قادرين تلمو انا لا عم بحط عطور ولا عم بحط الوان ولا شي عم بخليها اساسية عشان اي حدا فيكم يقدر يعملها وهلأ خلينا نبلش مع بعض خلينا نوزن زيوتنا مع بعض رح احط لكم كل الياسات بصندوق الوصف ورح احط لكم اياها كمان على الشاشة هون انا دوبت الهايدروكسيد طبعي مع الماء المقطر بس طبعا زي ما انتو شايفين وبتعرفوا ان انا بعملو بره فالاحسن انكم تعملوه بره عشان الابخرة اللي اتفقنا عليها وهلأ رح نحط مع بعض زيوتنا ونعمل ميزاننا ونبلش اول زيت اللي هو زيت الزيتون رح نحط مع بعض زيت زيتون ورح نحط اربعمائة جرام وهي حطينا اربعمائة جرام زيت زيتون الزيت اللي بعده رح نحط جوز الهند جوز الهند رح نحطه 300 جرام انا هون دوبت جوز الهند قبل فهلأ رح احطه الشبه دايب بعدين ارجع احطهم شوي على المكرويف ثلاثمائة جرام وهي خلصنا الثلاثمائة جرام وهلأ زيت النخيل رح نحط منه 200 جرام زيت النخيل رح يكون هيك شوي متجمد فانا دوبتو شوي وهلأ رح ارجع اعيده فرح نحط منه 200 جرام وخلصنا المتاني جرام اللي هم زيت النخيل الزيت اللي بعده رح نحط زيت اللوز الحلو ورح نحط منه 50 جرام زي ما قلنا زيت اللوز الحلو رح نحط منه 50 جرام خلصنا الخلصنا الخمسين جرام وهلأ اخر زيت واللي هو زيت الخروع زي ما قلتلكم تقدروا تستخدموا اي انواع زيوت انتو بتناسبكم وبتناسب مزانياتكم يعني انا عندي هذا خروع وعندي هون كمان خروع انا كنت جايبيته من برا فعلى حسب اللي انتو بتشوفو مناسب بتحطو وقتيها معاكم هلأ هون بعد ما وزننا كل زيوتنا مع بعض شايفين هدا جوز الهنت وزيت النخيل هلأ شو رح اعمل رح اضوبهم شوية وبعدين اخلطهم مع الهايدروكسيت فخليني اهلأ شوي اضوبهم على الميكرويف بعدين اجيبهم عشان كل اشي تجانس مع بعض وهلأ هون زي ما انتو شايفين اتجانسة كل الزيوت مع بعض هيك خلصنا وهلأ وقت نخلط الهايدروكسيت مع الزيوت عشان التصوين رح نحط البلندر طبعا زي ما تعودنا نخبط هيك عشان اذا في اي فقاعات تطلع وبعدين شوي شوي على مهلنا على الحديدة عشان يختلط منيح وبنبلش نصب شوي شوي عشان يتصبر وهيك منخلط شوي شوفوا كيف عطول عطول ببين الاسر كيف الالوان بتتغير زي ما انتو شايفين اندمجوا هيك بس طبعا هلأ رح ندمجهم بالهند بلندر عشان كل شي يندمج مع بعض هون بعد ما خلطت وقبل ما اكمل حابة ازيد لون هيك مهضوم فرح نحطه مع بعض اللون ما له نسب معينة حسب انت شو بتحبي اللون خليني احطها شوفوا كيف صار في اثر وبجنن قوامها هاي الوصفة كتير 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 بحبها رح نحط هلأ مع بعض اللون هادا اللون مايكا صالح لا التلوين بنات بدكم تنتبهوا لازم يكون مخصص للمستحترات التجميل والصابون رح اخذ بهاي واحد ملي هيك عشان يطلع لي اللون حلو لانه في اضافات تانية بعدين رح نحكي فيها مع الوقت ومع الحلقات الجاي عشان يخلي لك اللون بالضبط متل ما هو بس رح نكتفي هلأ بهاي وبعدين رح نحط العطر العطر رح اوزنه معاكم رح نحط واحد وثلاثين طبعا كله رح احط لكم اياه بالقيسات بس هلأ قلت هادا العطر من برامبل بيري كمان زي ما انتو عارفين وحكيت لكم بالحلقات القبل انه كل العطور من شركات التجميل رح نحط واحد وثلاثين جرام اربعين هو اللي احنا عملناه بالحسبة الصابون رح يطلع واحد وثلاثين بس ما بيأثر اذا شوي زدنا العطر فارح اخلط معاهم وارجع اخلط منيح يا الله رح يطلع جنن واللون رح يطلع بياخد العقل خليني اخلطها انه تعني اخلط ارجعت ضفت هون لون ودوبته بالزيت حطيت شوية زيت لانه ببعض الاحيان الصابون بيخطعك وما بيطلع اللون اللي بدكم ايا فانا عشان هيك خليت هاد المقطع وما شلته لانه كتير بتصير مع المبتدئات وبعدين بيفكروا حالهم انهم ما عرفوا يعملوا وهذا شي مش صحيح فهلا رح نشوف كيف رح يصير اللون ما عم بقطع ولا شي حتى في مثلا ممكن محترفين دبعون صابون يقولوا اللي هيك عم تعملي او لا مش بس انا بحب اعمل هاي الاشياء قدامكم لانه صارت معي اول ما بلشت وما حدا كان يحكي لي شو اعمل فرح نشوف هلا كيف اللون رح يصير مع بعض اللون رح اعمل لون رح يصير مع حالتح موسيقى موسيقى وهلا هون الخليط جمد معاي خلص رح افقرجيكم انه ممكن تصير معاكم وعادي جدا واللون كمان ما زبط كتير طلعوا كيف ما اعطاني البنفسج اللي انا فعلا حتيته بس عادي المهم الصبوني صح والرسبي صح وكل شي بيكون صح فما تهتموا ببعض الاحيان بصير هاي الاشياء بالصبون ما بيعطي اللون الصحيح فاحنا ممكن نضيف تيتانيوم اكسد بعدين رح نشوف شو القصة بس هلا بدي اياكم انكم لو صار معاكم وحبيت وتحطوا الوان وما زبطت الالوان زي ما بدكم بالزبط عادي جدا اتفقنا انا ما قطعت هدا البارد بالزات عشان تكونوا فاهمانين عن جد شو عم بصير لانه هاي اللي تركات هي اللي مهمة بتعليم الصبون مش بس انه تحطي الزيت وهيدروكسيد وخلاص زي ما شفتوا اللون ما طلع على المزبط هلا قبل ما تجمد كتير رح نرجع نصبها بالقالب طبعا القالب معقم وكل شي تمام هذا القالب عندي كيلو تقريبا رح ياخده شوي رح يضل فانا جهزت قالب تاني عشان يكون جهز رح ازيدها هون وازيد صبونتي هون كمان واشيل كل المتبقي قد ما فيه ممكن كان لازم جبت صبو قالب اكبر بس لا هذا الكيلو اللي عندي وهدول خلاص رح نحطهم هون لانه انا عاملة كيلو فاخدت شوي هون واخدت شوي هون ممكن بما انه لسه الخليط ما نشف احطها هيك وهيك ما نكون صبناهم وهلأ زي ما انتو شايفين عم بيضل يتغير اللون يعني عم بيصير بنفسجي اغمى هلأ مع التصوير يمكن مش واضح نبين انه كحلي ولا اسود بس رح احاول افتح الكاميرا يعني مبين على اخر البنفسجي فلا تخافوا الالوان بتقلب بكل الصبون لازم نحط مادة معينة الحلقات الجاي رح نصير نحطها ونضيفها بس هاي الدورة انا حبيت تكون اساسيات 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 عشان كل شي عندكم متوفر بابسط الاشياء تقدروا تعملوها بكل سهولة وهيك احنا صبناهم رح ننطر يوم ونص او يومين ورح ارجع اقطعها معاكم ونشوف النتيجة مع بعض وهلأ هون بعد ما تركتها كم يوم رح اطلعها معاكم وهدول اتنين اللي عملناهم خدليني اطلعهم قبل شوفوا ما اجملها تاخد العائل هلأ ننتركها 3 اسابيع عشان تتصبن صحيح بخصوص اللون شفتوا كيف طلع اللون فما تخافوا ازا عملتوا اول مرة وما طلع اللون معاكم مظبوط عادي جدا بكرا لما تتطوروا وتاخد ايدكم على الصبون وتدخلوا بالتكنيك الاكتر رح تصيروا تعملوها بكل سهولة هلأ خلينا نطلع هذا القلب الكبير مع بعض هنشوفوا هاي الوصفة انا معتمديتها بكل وصفاتي الاساسية لما يكون عندي شوفوا حتى لسا ليني بس وهذا شو انا تركتها يومين اكتر من 3 ايام تركتها بشوفوا كيف ليني فعادي جدا كيف كمان بتحطوها بتجيبوا القطاع على تبعتكم او آآ زي ما اتفقنا بالحلقات السابقة واكيد حضرتوهم كلهم انه حكيت لكم فيكم تجيبوا وقتها الا اي سكينة وماضية عندكم وتقدروا تعملوها خلونا هلأ نحطها مع بعض شوي شوي ونقطعها مع بعض شوفوا ما اجملها كتير حلوي كتير 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 وزي ما قلت لكم عادي ازا كانت ليني بعديها بكم وقت بس اول ما تحطوها راح تصير زي ما بدكم وبتاخد العائلة وهيك خلصنا اخر الطعام مع بعض شايفيني الجمال تاخد العائل وهيك خلصنا تقطيعهم كتير حلوين بتمنى انكم كلكم تجربوا الوصفة كتير راح تعجبكم هاي الاشياء بعدين احنا ممكن ننظفها ونزبطها بس الاحسن انه لما آآ تاخد وقتها بالتنشيف بعدين بنقدر نعملها فيه حلقات جاي ان شاء الله راح اعمل معاكم الطريقة وآآ واخليكم كيف تعرفوا تعملوا تبعها وكمان ازا آآ كيف نغلفها ازا بتحبوا اكتبولي بالكومنتات عشان اقدر ازبط انا كل الحلقات اللي جاي على حسب الاشياء اللي انتو بتحتاجوها او بتحسوا انكم هدول الاشياء راح تفيدكم فان شاء الله يا رب اكون هيك انهيت الدورة لاي حدا قادر يعملها بكل سهولة وبكل احترافية اي حدا بقدر يبلش فيها كل الوصفات مدروسة مية بالمية ما تخافوا وانتو عم بتشوفوا انا عم بطلع قدامكم وعم بعمل الاغلاط قدامكم علشان تعرفوا كل شي ممكن يصير معاكم فهدا الشي بحد ذاته بخليكم مطمئنين يعني فوق الاطمئنان انكم اتبدعوا تعملوا الاشياء اللي نفسكم فيها واللي حابب انه يعمل مشروع يا رب ربنا يوفقوا يفتحها بوجهو واللي حابب يعمل لبيته كمان احسن واحسن من الاشياء التجارية اللي الله حلم شوف فيها وشو موجود فيها زي ما انتو شفته كل شي طبيعي للزيوت الهايدروكسيد بعد ما يتنشف وياخد وقته بيختفي تماما يعني ما بيأزي البشرة اصلا بس هو عشان عملية التصبون اللي بتصير في الصبونة لازم ينحط فبتمنى يا رب اني اكون شرحت كل شي بالتفصيل بهاي الدورة اكتبولي ازا استفدتوا منها وان شاء الله يا رب الحلقات الجاي حتكون في تكنيكات جديدة واشياء جديدة بس هاي انا حبيت اعملها للأساسيات الاساسيات اللي اي حدا يقدر يعملها من بيته او يبلش مشروعه حتى لو ما عنده ولا شي هذا ابسط الاشياء تخيلوا ان شاء الله بالحلقات الجاي زي ما قلت لكم هعطيكم التكنيكات الاكتر الالوان كيف الاشكال كيف ممكن نعمل صوابين علاجية فكل شي رح يكون بالزبط زي ما انتو بدكم بس زي ما قلت لكم اكتبولي بالكومنتات عشان اصير اعرف ارتب افكاري اه شو الاشي اللي بدنا اياه واللي ما بدنا اياه او مين قبل مين عشان ارتب كل الافكار اللي بدنا اياها اه ابعتولي كل تطبيقاتكم انا كتير بافتخر اني اشوف تطبيقاتكم وبحب اني اشوف مجهودة عن جد بتتوج بشي ناجح انتو عم تبدعوا فيه فبشوفكم ان شاء الله بالدورات الجاي والحلقات الجاي وان شاء الله يا رب اكون دايما عند حسن نظامكم وشكرا كتير لكل كلامكم الكومنتات اللي بتكتبوها عن جد انا فخورة فيكم الله ينفعني فيكم وينفعكم فيني يا رب وبشوفكم على الف خير بالحلقات الجاي اشتركوا في القناة